يوما تلو الآخر تتعقد الأمور في النيجر وتضيق دائرة الحل نيامي أعلنت أن النظام العسكري الحاكم منذ الانقلاب على الرئيس محمد بازوم قبل شهر تقريبا أجاز للجيشي الجارتين موركينفاس ومالي التدخل وقالت وزارات خارجية النيجر ومالي وموركينفاس في بيان المشترك إن قائد المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني سمح للقوات المسلحة في مالي وموركينفاس بالتدخل على أراضي بلاده في حالة وقوع هجوم هذا الإعلان أتى في ختام زيارة وزيرة خارجية بوركينفاس ونظيرها المالي لنيامي حيث استقبلها الرجل القوي الجديد في البلاد الجنرال عبد الرحمن تشياني مراقبون يرون أن موقف مالي وموركينفاس ليس مفاجئا فبعيد الانقلاب العسكري الذي جرى في نيامي في السادس والعشرين من يوليو أعبر هذين البلدان عن تضامنهما مع السلطات النيجرية الجديدة وبرز دعم هذين البلدين لجارتهما خصوصا بعد تهديد وجهته الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكوس بالتدخل عسكريا ضد الانقلابيين في النيجر ليعالة إرساء النظام الدستوري في هذا البلد وفي أعقاب هذا التهديد وجهت الدولتان تحذيرا لإكوس من أن أي تدخل في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب وهو ما قررته على لسان وزيرهما خلال الساعة الماضية يأتي هذا بعدما علق الاتحاد الإفريقي عضوية النيجر لكنه أبدى تحفظا عن تدخل عسكري محتمل من جانب مجموعة إكوس لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى الحكم وفي سياق المساعي المتصلة بحل الأزمة الحالية قال عبد السلام أبو بكر رئيس نيجيريا السابق ورئيس إكوس للتفاوض مع المجلس العسكري في النيجر إن رئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تشياني رفض طلب الوفد إعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه مضيفا أن تشياني قال إن إطلاق صراح بازوم ممكن إذا تم التفاهم على ذلك لكنه لن يعود للسلطة وتطالب دول إكوس وفرنسا قال تنقلاب النيجر بإطلاق صراح الرئيس المعزول محمد بازوم وإعادته إلى منصبه رئيسا شرعيا للبلاد وطلب الذي قوبل بالرفض حتى الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر